الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل نياتنا خالصة لوجه الكريم فإن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إخوة الإيمان ما زلنا في شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية حيث ذكرنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من الله سبحانه وتعالى نكمل اليوم من حيث وصلنا قال الإمام النووي رحمه الله قال الجبريل فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها وفي بعض الروايات عن أمارها والمعنى واحد أي عن علاماتها قال الحافظ النووي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها أي نفسا هي سيدتها والنفس تكون ذكرا وأنثى أن تلد الأمة ربتها أي نفسا هي ربتها العلماء ذكروا تفسيرين ما معنى أن تلد الأمة ربتها قالوا يحتمل أحد معنيين بعضهم قال معناه أن ينتشر دين الإسلام ويقوى وتقع الفتوحات فتكثر الإيماء يعني النساء اللواتي يصرنا من جملة العبيد فيملكها سيدها والأمة إذا ملكها سيدها بشروط يذكرها الفقهاء إذا جامعها فولدت له ولدها منه يكون حرا لا يكون عبد فصار الولد حرا وأمه أمة فصار كأنه سيد لأمه فتكون الأمة ولدت سيدها هكذا فسر بعض العلماء وبعضهم قال معناه أن يكثر العقوق بين الأولاد أن يعق الأولاد أمهاتهم فيصير الولد يُعامل أمه كأنه سيد لها وكأنها أمة جارية عنده وهذا التفسير الثاني أكثر ملاءمة لما سيذكر بعده في الحديث لأن الذي سيذكر بعده علامات كلها تدل على انقلاب الأحوال هذان الأمران حصلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الفتوحات حصلت وصار عند المسلمين في الماضي إماء كثيرات وكان يولد للسيد من أمته ويكون ولده منها حرا كأنه سيد لأمه هذا حصل وفي أيامنا لا يخفى عليكم شدة العقوق الحاصل في هذه الأيام من الأولاد لآبائهم فصار الولد كأنه سيد لأمه وصارت البنت كأنها سيدة لأمها وهذا الثاني كما قلنا ملائم لما سيذكر بعده من العلامات التي كلها تدل على انقلاب الأحوال وفساد الأوضاع وقبل الرسول كان يوجد هذا الأمر الإماء كان موجودا في الشريعة الإسلامية هذا كان موجود في أيام إبراهيم عليه السلام أليس سارة وهبت إبراهيم هاجر هاجر كانت أمى وسارة كانت زوجة لإبراهيم عليه السلام فهذا كان موجودا قال الحافظ النووي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشات يتطاولون في البنيان الحفاة جمع حافي وهو من ليس في قدميه نعل ترى الحفاة العرات الفقراء ما عندهم مال ما عندهم ما يجده الغني في العادة من الثوب ومن النعل قال الحافظ النووي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم العرات العرات جمع عاري والعاري الذي ليس عليه ثياب لكن في العرف يطلق على من لا يستر إلا عورته قال الحافظ النووي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم العالة فقراء شديدوا الفقر قال الإمام النووي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم رعاء الشات أي الذين يحفظون الغنم معناه الذين يرعون الغنم ورعاة الغنم لا يكون أغنياء في العادة قال الحافظ النووي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان رعاة الغنم تنقلب أحوالهم فيصيرون يتنافسون في رفع البنيان وهذا حصل وهناك علامات وأشراط للساعة الأشراط جمع شرط بمعنى العلامة وأول هذه الأشراط على ظاهر ما ورد في مسلم خروج الدجال ثم الأشراط قسمان كبرى وهي عشرة وما سوى ذلك يقال لها الأشراط الصغرى ونزول عيسى من السماء من الأشراط الكبرى أما ما ذكر بعض الكتاب من القاديانية في منشور له أن ما جاء في الحديث من نزول عيسى لم يرد أن نزوله من السماء فهذا جهل منه بالحديث فقد وردت رواية في البيهقي وغيره من السماء وهذا غره أنه لم يذكر في أكثر الروايات لفظه من السماء أشراط الساعة معناه علامات القيامة العلامات التي تكون قبل قيام الساعة قبل قيام القيامة القيامة لا تقوم إلا بعد ظهور هذه الأشراط هذه العلامات يعني ليس فجأة هكذا يصير يوم القيامة دون أن تسبق هذه الأشراط لا لما سأل جبريل عليه السلام سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة الرسول قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لأنه لا يعلم أحد من الخلق متى وجبة القيامة على التحديد يعني متى تكون القيامة على التحديد الخلق لا يعلمون هو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها في يوم الجمعة لكن متى وفي أي جمعة الرسول ذكر صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل عليه السلام منذ خلقه الله وهو ملك كريم على الله وظيفته أن ينفخ في الصور منذ خلقه الله واضع فمه على البوق ينتظر الأمر بالنفخ في الصور حتى يموت الأحياء فلما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فقال له أخبرني عن أماراتها أي علاماتها التي تكون قبل حصول وجبة القيامة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها يعني يكثر التسر بحيث إن الشخص الذي عنده أمة واتخذها فراشا حلت له بذلك تلد له فتكون هذه البنت التي هي بنت لهذه الأمة وهي بنت للسيد وأنها سيدة على هذه الأمة لأنها بنت الحر هي ولو كانت أمها هذه التي اتخذها فراشا فتصير كسيدة عليها وهذا حصل لأن التسر كان شائعا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الرسول كان يوجد هذا الأمر كان موجودا في الشريعة الإسلامية هذا كان موجود في أيام إبراهيم عليه السلام أليس سارة وهبت إبراهيم هاجر هاجر كانت أمة وسارة كانت زوجة لإبراهيم عليه السلام فهذا كان موجودا ثم قال صلى الله عليه وسلم من جملة ما قاله وترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ترى الحفاة العرات الفقراء ما عندهم مال ما عندهم ما يجده الغني في العادة من الثوب ومن النعل يتطاولون في البنيان وهذا حصل هذه الأمور التي ذكرت هنا هي من العلامات الصغرى هذه قبل الكبرى والكبرى عشرة كما ذكر أبو جعفر طحاوي ووردت أشياء أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه العلامات زوال جبال عن مراسيها وهذا حصل أيضا جبال تكون في مكانها تزول عن مراسيها تصير هذه الأرض كأنها سهل التي كان فيها هذا الجبل تصير كالسهل وهذا أيضا حصل هذا أيضا من العلامات الصغرى وكثرة الزلازل وهذا أيضا حصل كثرة الزلازل حصل في كثير من المواطن في الأرض هذه أيضا من العلامات الصغرى التي تدل على قرب الساعة وكذلك كثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس في الماضي هذه أيضا ظهرت بكثرة هذه الأمراض التي تنزل بالناس ولا يعرف مثيلها من قبل هذه سببها كثرة ذنوب الناس سببها كثرة المعاصي وهذه الأمراض التي ظهرت هي من علامات الساعة الصغرى لكن سببها كثرة آثام الناس وأيضا من أسبابها أن الناس في الغالب تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكأ أمهم الله بعقابه ينزل عليهم بلاء يعم الناس وهذا حصل من كثرة ما عصى الناس ومن كثرة ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل بهم هذا البلاء هذا البلاء العام الذي ينزل سببه كثرة الآثام ولو كان في الناس الصالحون لأن الأرض لا تخل من الصالحين الأرض لا تخل من الصالحين إلى قبل قيام الساعة يموت كل المؤمنين والساعة تقوم على الكفار لا يبقى من يقول لا إله إلا الله إلى قبل ذلك يبقى في الأرض مسلمون ويبقى فيها صالحون ويبقى فيها من أهل العلم لكن يقلون الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون يعني ليس فجأة هكذا العلم يخرج من صدور أهل العلم لا إنما العلماء يموتون فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا رؤساء ينصبونهم عليهم باسم الدين يكونون من الجهال فيستفتونهم الناس كما يحصل الآن الناس تسأل الجهال في الغالب فيفتونهم بغير علم لأنهم جهال الجاهل يفتي بغير بعلم أم بغير علم طبعا بغير علم فيضلون ويضلون الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ضل المفتي وضل المستفتي الذي أخذ بالفتوى الفاسدة ضل والذي أفتى بها ضل كلاهما ضل وهلك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتصر ضرر ذلك على المفتي لا قال فيضلون ويضلون لأن الجهال في هذا الزمان يقولون ما ذنبي أنا أنا سألت الشيخ فلانا وهذا الشيخ هو أفتاني فعملت بفتواه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق المجتهد فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ له أجر واحد المجتهد كالشافع كمالك كأحمد كأبي حنيفة هؤلاء علماء إذا اجتهد يعني أعمل فكره وهو عنده آلة الاجتهاد فيه الشروط التي لابد منها في المجتهد هذا إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر ومن تبعه ما عليه شيء من تبع من المجتهد ما عليه ضرر أما إذا واحد سأل جاهلا أولا لا يجوز له أن يسأل الجاهل فأفتاه هذا الجاهل فعمل بفتواه الفاسدة المفقي ضر نفسه وضر غيره الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيصير الأمر هكذا وقد صار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعض الجهال إذا ذكر لهم العلم الصحيح الفتوى الصحيحة في مسائل تطرأ عليهم وكانوا سمعوا خلاف ذلك أو قرأوا خلاف ذلك بجهلهم يعترضون على الذي أعطاهم العلم الصحيح يقولون له ما في حدا يفهم إلا أنت كل هالناس غلط بس أنت يلب تفهم الذي أصاب في فتواه معناه فتواه موافقة للشرع موافقة للقرآن موافقة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة أما إذا خالف ذلك ماذا تكون فتواه باطلا أليس سيدنا الشافعي قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط أليس الشافعي رضي الله عنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا ثبت الحديث في إفادة حكم يقول الشافعي هذا مذهبي لأن الشافعية إمام بحق مجتهد من أين يأخذ الدليل من القرآن أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقيس هو مجتهد له أن يقيس يعني أن يجري الحكم في مسألة ورد فيها نص على مسألة لم يرد فيها النص بمعنى يجمع بينهما هذا من له أهلية أن يفعل ذلك الإمام المجتهد كالشافعي كمالك كأحمد كأبي حنيفة ليس الجهال يأتي واحد جاهل يقول لك بالقياس طلع معي الحكم هكذا أنت ما عندك آلة الاجتهاد ما توفرت فيك شروط المجتهد حتى تقول طلع معي الحكم هكذا ذاك المجتهد له أن يقيس له أن يستنبط الحكم من النص فنحن الآن في الزمان الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في البخاري ويوجد حديث آخر أيضا في البخاري لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل الرسول يقول هذا نحن الآن نعاني من بدايات هذا الأمر حتى يرفع العلم ويثبت الجهل العلم نادر بين الناس والجهل صار فاشيا بين الناس إلا القليل النادر فهذا كله من علامات قرب الساعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى ويختم لنا بخاتمة السعادة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تعالى حسنا حسنا لأسلم